لا تهان المرأة إلا في بيت رجل جاهل أما في بيوت الصالحين فالمرأة أميرة وملكة أيها الرجال تجاوزوا عن غضب المرأة استحملوهن فقد كثرت أعمالهن غسلو توظيف طبخو تعزيل تربية وتدريس ناهيكم عن القيام بواجبات الرجل الزوجية ووالله لو أن أحدكم عامل نصف الذي تعمله النساء داخل البيت لطفش الرجل من زمان وما تحمل دللوهن فبكلمة تستأثر قلبها وعقلها ساعدوهن فتصير الحياة سهلة أيها الرجال اتقوا الله في نسائكم وعاشروهن بالمعروف هذه وصية ربكم فالنساء رحمة والنساء عشق والنساء حنان والنساء رقة والنساء قدوة حسنة والنساء مدرسة ما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم فرفقا بالقوارير ارحم زوجتك كأنك أباها أيها الرجال إن معاملة النساء لها طبيعة خاصة فإذا عرفتموهن كسبتموهن وملكتم قلوبهن فالسيدة بطبيعتها ضعيفة وهذا ليس ذما لها بل هذه خصلة محمودة ومرغوبة فيها والجانب المحمود في ضعفها يتمثل في ضعف القلب والعاطفة بمعنى رقة المشاعر وهدوء الطباع وهو لا شك أمر محمود عند النساء كل النساء وكلما زاد دون إفراط كان ألطف وأجمل استوصوا بالنساء خيرا كانت هذه وصية الرسول الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في حجة الوداع كثيرون هم من استطاعوا أن يخطفوا قلوب النساء لكن قليلا من بين هؤلاء من استطاع أن يكرمهن ويحترمهن ويقدرهن ويوقرهن ملاحظة؟ لما تسمع رفقا بالقوارير المقصود قارورتك أنت مو قارورات العالم مو تصير رقيق ولطيف مع قارورات الناس وقارورتك بالبيت مكسورة اتق الله